وحنبدأ النهاردة حلقتنا ونقول سباح النصر ومليون مبروك للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالندي الأهلي توج بالحمد لله بلقب بطولة كاس السوبر بعد التغلب على فريق الصيد بالنتيجة هنا ثلاثة سفر كت مباراة رائعة بصراحة في نهاية البطولة كمان اللي أقيمت كانت على صالة المقاولون العرب طب بالنسبة لسيدات طائرة الأهلي عملوا يهم ما سيطروا بشكل كامل وبشكل جيد جدا على المباراة شفنا تسجيل يعني متتالي وإرسال كان مميز جدا للكراد وده كله كان بفضل طبعا الإعداد اللي قبل البطولات وقبل المباريات الجاية اللي كنا برضو هنا في عشر صبح في الأهلي متابعينه مع حضراتكم وبكده نقدر نقول أنه هو بيحقق الفريق اللقب الأول لهذا الموسم خلينا كمان نقول النتائج الأشواط سريعا كده شوت الأول كان 25-15 سكور أعتقد رائع جدا شوت الثاني 25-21 وهنا هتلاحظ أن فريق السيد كان شوية في شوت الثاني متقرب لكن النتيجة معنا يعني كان أداء يمكن كان أفضل كمان مننا أو كان من ناحيتنا يعني لكن في الشوت الثالث انتهى بنتيجة 25-16 والمهم جدا أن احنا نقرأ الأرقام أو أرقام الأشواط لأن هي بترجم أداء الفريق طبعا ويه بتقول قد إيه كان فيه تميز كان إيه فيه إسرار وقد إيه كان فيه لعب حلو من الفريق فأنا شايف المبركة رائعة بصراحة يا كريم لو أنت كمان تبعتها كانت الحاجة مشرفة ما تبعتها للأسف بس ساعدت بالنتيجة وطبعا لازم نقول مليون مبروك لفريق سيدات طائرة النادي الأهلي عايزين كمان نعرف حضراتكم أن كابتل محمود الخطيب بطبيعة الحال كان حريص جدا يعني على تهنئة لعبات الفريق وكمان الجهاز الفني والإداري والطبي ومناسبة فوزهم ببطولة السوبر المصري اللي بتقام للمرة الأولى أشاد رئيس النادي بأداء لعبات الأهلي طوال مباريات هذه البطولة اللي بالمناسبة شارك فيها أربع عمدية قال إن الفوز ببطولة السوبر المصري بيحمل لعبات النادي الأهلي والجهاز الفني مسؤولية كبيرة جدا ولا بد من مضاعفة الجهد واستمرار التركيز خلال الفترة القادمة إن شاء الله للحفاظ على هذه المسيرة النجاحة للفريق وكمان بإسعاد جماهير النادي الأهلي التي تستحق الكثير باليوم مبروك